الموازنة التي خصصت للتعليم العالي هل هي موازنة تكفي بالنظر للمحاضرة تكنت وكيل للوزارة في فترة قريبة هل من الممكن أن نقول أن الموازنة التي خصصت لهذه المفردة مفردة التعليم والبحث العلمي هي موازنة كافية للحديث عن بيئة نموذجية مثالية لمؤسسة التعليم العالي في العراق أم هي فقيرة وغير قادرة على انضاج هذا الواقع بشكل ينسجم مع تطلعات المعنيين شكرا جزيلا شكرا على الاستضافة وشكرا على تشخيص المشكلة وتشخيص العلة اللي موجود في تعليم العالي فرصة طيبة بأن نلتقي حضرتك ونطل على جمهورنا من خلال فضائية سامراء الغناء بدءا حتى نستكمل نستكمل اللي تفضلتي في المقدمة الجميلة أنه هناك عدة مشاكل تعتري عملية التعليم العالي والبحث العلمي لا بد من تشخيصها لا بد من وضع الحلود قديما كانوا يقولون التشخيص هو ثلثين علاج التشخيص العلة هو ثلثين علاج حتى نقدر نشخص دقيق يجب أن ندرس الحالة حالة أو وضع التعليم العالي في العراق بدءا من الموازنة اللي فضت بها حضرتك الموازنة غير كافية الموازنة لا تلبي طموحات ورغبات والأهداف وقدرات وإمكانات التعليم العالي في العراق عندنا طاقات عندنا إمكانات لكن غير مستثمرة فبالتالي حتى نقدر نستثمر هذه الطاقات يجب أن تكون هناك موازنة حقيقية تلبي طموح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما هي قيمة 1.5% من موازنة في التربية والتعليم 1.5% ونحن محتاجين يعني آخر مختبر تحدث في وزارة تعليم العالي والبحث العلمي اللي هي أساس في الاستخدام في البحوث العلمية في عام 2014 وانتقي ثمان ثمان سنوات وحتى